كيف نعرف أنه المتهم بريء؟ يمكن هذا من أصعب الأسئلة اللي نسألتها بحياتي ليش؟ لأنه أحياناً يمكن هواية أكوناس هو بريء لكن الأدلة كلها ضده أنا اليوم دوري كمحامي المفروض أنه أبحث بكل الأدلة اللي أخلي هو بيه ما يندان ويطلع بيه بريء لكن أحياناً حتى الأدلة تكون صعبة فإذا شون نعرف هذا المتهم بريء إحنا عدنا مقولة بالقانون نقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته فهو بحكم القانون هو بريء حتى تثبت إدانته دوري اليوم كمحامي أبحث الآخر لحظة وآخر خيط يثبت برائته لأنه أحياناً هواي ناس ممكن يجي كل الأدلة ضده لكن هو بريء لكن واحد الشعور أنه أنا مكتفي بيه كبريء مو كافي لازم أبحث على أدلة أطلع من الاتهام يعني اليوم إذا أنا متهم وأنا ما مرتكب بشي بريء لكن ما عندي أي شيء يساعدني ولا عندي فد أدلة تساعدني أنا برأيي أنا حتى ما ساعدت روحي فلازم المتهم يساعد المحامي حتى يوصل الآخر نقطة تثبت بها برائته طيب أكو جزء أهم مهم جداً يعني بس ما أعتقد موجود بالوطن العربي أنه لغة الجسد محلين لغة الجسد أنه يكتشفون هذا الشخص مجرم أو لا طبعاً بالعراق أو بالوطن العربي عامة ما أعتقد موجود هذا الشيء أبداً أنت شنو رأيك إذا أنه يدخلوا على هذا المجال مو أفضل أنه يكتم تحليل الشخصية هو مهم جداً مهم طبعاً أولاً إحنا نفعل لأنه دور الإختصاص اللي بهذا الموضوع مكان ما هم دا يشتغلون باختصاصات يمكن ما تشبههم فالمفروض أشغلهم باختصاصات وأخذ هذا الدورهم حتى يكون دورهم فعال مثل دور اليوم الباحث الاجتماعي إحنا الباحث الاجتماعي عندنا بقضايا معينة يقعد يستمع لكن دور الباحث الاجتماعي اليوم بالقانون دور جداً تقليدي أو ما لأي دور يعني هو قاعد بس يستمع بس هو الدور الأهم طبعاً طبعاً بس هم هم مشي بس ما عند الصلاحيات اللي تخوله اليوم بالقانون مثلاً يقول لا هنا أرفض هنا أوافق هو فقط يستمع ويدون يعني القضاء خال دور الباحث الاجتماعي برأي تحصيل حاصل وأنا هاي دائماً أقولها ويمكن نقطة تحسب عليها لكنان اليوم أمام كاميرا ولازم أكون صادق فاليوم دور الباحث الاجتماعي ما ما أخذ مكانته مع أنه هو دور كلش مهم يعني أنا اقتراحة اقتراح مرة ما عرف يجوز توافقيني به أو لا دائماً أقول إحنا ليش بس بقضايا الطلاق نخلي البحث الاجتماعي ليش ما نخلي البحث الاجتماعي مثل مصارب تونس وبالمغرب العربي دور الباحث الاجتماعي بقضايا الزواج أنه أنا قعدهم ينباحث الاجتماعي يستمع لهم قبل ما يتزوجون حتى تعرف الشاب والبنت يعرفون شنو فكرة الزواج لأنه البعض منهم يجي مخصوب أو البعض يجي مو فاهم فكرة الزواج أنا بجاي أتزوج وأسوي حفلة وخلص الزواج بمسؤوليات شبيرة بعائلة بتفاصيل هواية فليش ما أفعل دور البحث اليوم بالزواج مثل ما دا تصير اليوم حتى بدول عربية أنا أشوفه مهم يمكن أنا أقعد ينباحث الاجتماعي وبعدها أغير فكرتي بهذا الشخص اللي أنا ما مقتنع به قناعة تام ترجمة نانسي قنقر